نبدأ من حيث انتهينا النهاردة الاهلي وفوتشر كنت بتكلم في الانترو النهاردة لما دخلت على تويتر وبصيت على السوشيال ميديا جميع النادي الاهلي تنتقد لعيب النادي الاهلي النهاردة زعلانة من التعادل ازاي الاهلي يتعادل والنتيجة مش كويسة وكان ممكن يبقى فيه احسن الشعور ده ده منطقي وطبيعي ايوان بياخد له ساعة ساعتين بعد المغاراة ايوة لانه الاهلي عامل حالة في صعود بشكل كبير والجمهور عايز يحسم الدورة بصورة يعني مش عايز يضيع وقت في ال لكن هتشوف بكرة كلامه غير وكلام دعم وكلام هو كده طبيعة الجمهور بيبقى عايز يكسب وعايز يفضل ماشي على نفس الرتم بتاع المكسب والرتم بتاع البطولات فعايز كل شوية يحصد هو كده بس ده طبيعي انا مشوفوش ما بقدرش ألوم حد ده طبيعي جدا 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 انا نفسي وانا بتفرج بقوا ده أقول كذا وكان لازم يحصل كذا ولا بس بعديها عادي اه لا عادي بتحصل انك تتعادة وتحصل انك تخصر عادي لانك كمان انت كمان يومين هتلعب ماتش فانت في الظل النادي الاهلي الى الان لعب حوالي 53 او 54 ماتش واخد خمس بطولات ولا أربع بطولات كل البطولات الممكنة واخد بالك فمضغوط طول الوقت وراجع عشان ان شاء الله يحسم بطولة الدور فده طبيعي كمان النهاردة مارس الكولر في المؤتمر الصحفي قال حاجة ممكن المدربين هم اللي يفهموها أكتر من الجمهور عادة يعني قال لك ان الفريق عنده إرهاق زهني طبعا الناس تتحدث دائما على الإرهاق البدني أو أمور فنية لا لا بس الإرهاق الزهني ده أخطر أخطر جوال كتير صحيح من قرارات غلط وطبعا في بعض الأنانية شوية عن بيرسي توفو كورتين تحديدا لكن في حاجات فيها قرارات غلط المفروض تتلعب مرة واحدة يروح موقف فتتقفل عليه الزاوية المفروض يعمل تشيب الانفراد اللي جيه في القائم ده كل ده إرهاق زهني انت بقى كمدرب مع الإرهاق الزهني ده بتتعامل معه إزاي يعني البدني بتعمل أحمال معينة الفني بتغير لعيبة الإرهاق الزهني ده بتتعامل معه إزاي بص تسلم له ولا يعني بتقول خلاص لا مش بتستسلم له لأنه ماينفعش في ظل ضغط المباريات هتستسلم طول الوقت صح اللعيب بيرجع نفسه بسرعة لأنه عارف الحالة اللي هو فيها هو أنت في بوطقة حسم الدورة فأنت مش قادر تطلع بره الفقاع دي فالفقاع دي محتاجة أنك تصف في ذهنك والنادي الأهل اللي عنده دكتور كويس جدا بيعرف يتكلم مع الناس ويقول له مواقف كتيرة جدا أعتقد أن النادي الأهل استفاد منه أكيد بيشتغل على ده هو مرس الكرة كل الجهاز طبعا بيشتغل عليه في نفس الوقت اللعيب لازم يراجع نفسه في القرارات دي ممكن النهاردة فيه قرارات فيها ضغط شوية فيها قرارات متسرعة فيه قرارات فيها أنانية كل ده لازم يتراجع من بكرة لأنه بعد بكرة عن مرات الإسماعيل يوم ناربا عن مرات الإسماعيل يوم ناربا على طول فالطول ترجمة نانسي قنقر